تعالوا نعمل بيتزة حلوة جدا تحفة وسهلة وبسيطة ومن غير عجين ومن غير دي ومن غير اي تخمير تتعامل في ثواني وبتتعامل بالبطاطس طعمها حلوة قوي وتجنن وكرانش كده وزي ما انتم شايفين طعمها لا يقوم تنفع جدا لجوع نص الليل هنجيب اتنين بطاطس ونقشرهم ونغسلهم كويس وبعد نبشرهم احنا بنبشرهم عشان يكون حجمهم صغير جدا ويستوبوا بسهولة لان احنا زي ما اتفقنا انها مش هتاخد وقت خالص في السوا بعد ما نبشر البطاطس كويس جدا هنبتدي نغسلها في مية بردة او مية من الحنفية ونصف فيها كويس جدا في طبق غويت علشان هنحط عليها شوية مكونات شايفين انا هنا بشيلها من المية اللي انا حطتها فيها وبعصرها كويس جدا هحط عليها بطين شوية ملح فلفل اسود وهنحط بابريكة مدخنة لو فيه او بابريكة عادية وهنحط رشة بسيطة من الزعتر وهنقلب كل ده كويس جدا الوصف بتاعتنا سهلة جدا ما بتاخدش وقت زي ما انتو شفتوا عملتها في ثواني هي كده يعتبر جهزة معين هنحط لها بس معلقتين كبار من الدي لكل واحدة بطاطس معلقة كبيرة من الدي طبعا تقدري تعملي بطاطسية واحدة بس وتحط عليها معلقة واحدة من الدي وبضاية واحدة وتعملي كل المكونات النص بعد كده هنجيب طازة ونسخنها كويسة على النار ونحط فيها ثلاث معلق كبار كده من الزيت ولما يسخنوا كويس نبتزي ننزل بالبطاطس بتاعتنا بالمكونات اللي احنا حطناها هنوزحها كويس جدا ونبططها كده ونخليها شكلها متساوي عشان هنقلبها الناحية التانية لما تتحمل من تحت في الوقت ده هنخلي النار متوسطة لواطية يعني نخليها واطية شوي وبعد ما البطاطس تعمل طبقة كده من تحت هنقلبها بالشكل ده وبرضه هنغطيها ونسيبها تكمل تسويتها لما تستوي البطاطس هنحط عليها على الوش جبنة موزارلة أو جبنة رومي أو جبنة شيدر اللي موجودة عندك هتحطي كمان اي حاجة موجودة في التلاجة بقى طمط المكعبات لانشون وحدة لانشون كده قطعتها قطعة صغيرة زتون فلفل اخضر لو عندك اي حاجة تحبي تحطيها انا حطيت بس لانشون وشوية جبنة موزارلة وواحدتين زتون كده وغطيت عليها لشان الجبنة تسيح على نارها دي خالص لانه البطاطس كده بتاعتنا استويت تماما تمام شايفين التحفة تجنن هحط عليها رشة بسيطة من الزعتر وهقدمها ريحتها يا جماعة تحفة مين يقدر يقول ان دي مش بيزة سهلة جدا وبسيطة وتعملت في ثواني والنتيجة تحفة زي ما انتوا شايفين تقدر تعملها في الفطار او في العشة او لجوع نص الليل حطيت عليها كمان كاتشاب وسوس رانش بحبه جدا وطعمها تحفة وتجنن ومستوية جدا من تحت ومن فوق وبالفهنة اتمنى تجربوها وتقولولي في الكومنتات بتحبوا الوصفات السهلة البسيطة دي عشان نعملها لكم دايما في الصيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا